الوساطة جديدة جداً لفت نظري النهاردة ما عرفش ليه عظمة سيدنا أبو بكر الصديق ما إيه علاقته هقولك دلوقتي أبو بكر الصديق هو ثانية أثنين إزهما في الغار وكان مصطحة أبو بكر الصديق إنه هو تبقى يعني يعني يتولى هو المقاليد الحكم والنبوة بعد رسول لكن عقب وفاة الرسول واعتراض عمر بن الخطاب فيطلع يقول أبو بكر من كان يعبد محمداً فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي الله يموت الجملة دي تخيل مدعب قريتها واحد ارتفع بنفسه واحد كان ممكن ببساطة يقول يا جماعة أن الرسول كان بيقول لي كذا وكذا اعمله كذا وكذا ويغير الديانة خلص بقى يعني أبو بكر كان لديه فرصة أنه يغير الإسلام تماماً تماماً ويعمل إسلام جديد ما هو بقى ثانية أثنين إزهما في الغار لكنه يطلع يقول من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات شوف بقى سيدنا محمد ما قالش بقى ده مالوش بديل ده مش عارف إيه ولذلك تقعد تسرح كده تقول والله أنا شخصياً وعلى مسؤولة الكلام ده في ناس عيشة معاناً دلوقتي لو كانت عيشة أيام أبو بكر كان أبو بكر أقتالهم الناس اللي بتقعد تبالغ قوي وتزايد قوي على الإسلام والمسلمين مالوش بديل الرسول لكنه مات أدى الرسالة فإذا كان الرسول خلاص أدى الرسالة ومات أنتوا زايد تسلقوا على أي شخص تاني أنه مالوش بديل يعني مالوش بديل يعني مالوش بديل رسول يا أخي ثلاث تربع أو أكتر من ثلاث تربع الناس السكان مصر بيأمنوا بيه وبما جاء بيه وبعين في الآخر آه مات فإن محمد قد مات يجو بقى عند السيس يقولك مالوش بديل ليه مالوش بديل ده أنتوا مجانين لا كلام جورج اسحاء صحيح صدق أن مصر فيها بديل مهما كان خلافك مع جورج اسحاء لكن ده كلام مهم جدا